السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورشة هنكمل في الدورة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن دورة الاجهزة المنزلية واللي بدأنا فيها الكلام عن التلاجة المنزلية النهاردة معادنا مع ده اسمه الكابلري او المصورة الشعرية دوره في التلاجة مهم جدا طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في التلاجات فده واحد من الاجزاء الاساسية في التلاجة المنزلية المصورة الشعرية دي اللي انت شايفها قدامك او بيسموها اسمام الانتشار دي ليها دور مهم جدا في التلاجة مكان وجودها بتكون موجودة بعد الفلتر والفلتر بيكون متصل بالمكاسف اللي هو الشبكة وهي بتكون متصلة بالفلتر من ناحية ومتصلة من ناحية التانية بالفريزر بتاع التلاجة بتكون مسؤولة عن حاجتين مهمين جدا لازم تكون عارفوا اول وظيفة للمصورة الشعرية انها بتعمل على تعادل الضغوط اللي الضغوط ما بين ضغط المبخر المخفض وضغط المكاسف المرتفع عشان توصل او تحقق الدرجة المطلوبة ما بين ضغط المبخر المخفض وضغط المكاسف المرتفع دي وظيفة المصورة الشعرية زي ما قلنا هي اداة انتشار تاني وظيفة لها هي بتعمل على ادخال وسيط التبريد للمبخر على هيئة سائل مرزس احنا مش هنتكلم في تفاصيل علمية كتير خلينا نتكلم في الامور اللي بحتاجها الفني واللي لازم يكون فهمها المصورة الشعرية دي لازم تكون طلها وقطرها مناسب لعملية تعادل الضغوط دي تمام يعني انا مثلا يكون الضغط تطلع لي من الشبكة 400 بي اس اي مسلا انا عاوز ويوصل للمبخر 250 بي اس اي اللي بتعمل العملية دي الكابيلاري طيب هيفرق في ايه لان كل عملية بتتم ليها ضغوط معينة يعني مثلا التلاجة بتاعتنا والفريزر دول تجميد ليهم ضغوط معينة فالمطور بتاع التلاجة الكابيلاري هو اللي هيتحكم في العملية دي سكانت تجميد او كانت تبريد يبقى هنا طول الكابيلاري وقطره بيفرقوا معايا في عملية الضغط ده بيكون يا جماعة موجود باكتر مختلفة في السوق يعني الكابيلاري هتلاقي مثلا زيرو تمانية وعشرين اه زيرو واحد وثلاثين زيرو ستة وثلاثين وهكذا ايه الموضوع ده هي دي القطر الداخلي للكابيلاري يعني احنا بنقول زيرو واحد وثلاثين يعني ده قطره الداخلي زيرو واحد وثلاثين زيرو تمانية وعشرين اه وهكذا طبعا احنا بنستخدم او زيرو ستة وثلاثين طبعا احنا بنستخدم كل نوع من الانواع دي فيه تطبيق يعني على حسب قدرة مطور التلاجة لكن في الحقيقة على فكرة هو الموضوع يعني كل ما بقرب القطر للضغط اللي انا عاوزه بيفرق معايا في ان ما بحتاجش ازود طول الكابيلاري لان احنا زي ما انتم عارفين ان الطول بيتناسب اه تناسب طردي مع الضغط يعني انا لو عاوز ضغط اوصل مثلا ضغط متين اه وخمسين فانا محتاج ازود طول الكابيلاري عشان يزيد معايا الضغط ده وبالتالي انا لو محتاج ازود الضغط فانا محتاج ازود طول الكابيلاري فانا مش محتاج ده مثلا ممكن اجيب كترة اعلى انا مش هحتاج ازود الضغط وهي عشان كده هتلاقي الكابيلاري موجود في السوق بقى اقتار مختلفة ومتعددة كل ما القطر يزيد كل ما الضغط يقل يبقى انا هنا عندي تناسب عكسي وبالتالي انا لازم مثلا هوصل لضغوط معينة عشان احقق العملية المطلوبة اللي هي عملية التجميد مثلا طيب الموضوع بيفرق في ايه بيفرق التلاجة ده تشغل تجميد ولا تبريد نوع الفريون اللي انا هعمل عليه عملية التعضل والضغوط ده كمان بيفرق فهتلاقي فريون 134 اللي بيستخدم في التلاجات بيفرق مثلا عن فريون 410 بيفرق عن فريون 22 بيفرق عن الانواع عموما بتفرق الضغوط بتاعتها فلو هناخد مثلا التلاجة والفريزر مثال وفريون 134 فانا بقولك مثلا ان انا محتاج اخلي الضغط بعد الكابلري يكون 250 محتاج الضغط بعد الكابلري يكون 250 يبقى انا محتاج الكابلري ده طوله وقطره يخلولي في النهاية الضغط يوصل اه 250 وخمسين طيب عندنا الناس بتقولك اي بقى انا بفضل اطول في الكابلري اخلي الكابلري تطول قوي وبرضو يعني بيرفع لي كام اه خمسة عشرة في الضغط طيب اعمل ايه انت مش محتاج بتعمل ده كله انت لو جبت حت الكابلري صغيرة زي دي تقدر توصل الضغط بقى المتين وخمسين بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي في نهاية الكابلري تعمل خفص صغير خفص صغير طولي خفص طولي هتلاقي الضغط رفع معاك خالص فهتبدأ تقلل في حتة الضغط اللي انت عملها دي تمام يقب انا ممكن استخدم كابلري صغير زي ده لكن اجي في نهايته واعمل خفص بسيط الخفص البسيط ده هيرفع معايا الضغط وهنا هقدر بقى من هنا اعرف اتحكم في الضغط من غير مغير في قطعة الكابلري عشان كده بتلاقي مسلا الشركات عامل الكابلري بتاعها قصير مش طويل ومع ذلك بتلاقي عاطي ضغط جديد اتلاقي عاطي الاعاقة المضبوطة بتاعته وهنا الفكرة كلها في عملية الخفص اللي بتتم في الجزء الاخير من الكابلري الجزئة التانية طيب كل فريون من الفريونات ليه اا اعاقة طيب انت مقلتناش عليه هتلاقيني في صندوق الوصف اصيب لك شرح الكل فريون الاعاقة بتاعته كام شرح بقى فريون 134 اعاقته 250 شرح كزا اعاقته كزا شرح كزا اعاقته كزا اا عن طريق صندوق الوصف ان شاء الله لما تبص فيه كمان الكابلري دا جماعة بعد ما خلاص عملنا له الاعاقة ولحمناه في الشبكة وفي الفريزر برضو هتلاقي ان اعمل لك شرح له ازاي بيتلحم في صندوق الوصف طيب ااا الكابلري بعد ما وهو متوصل ما بين الشبكة او الفلتر ومدخل الفريزر لازم نعمله ع حاجة اسمها مبادل حراري يعني مصورة السحب هي نازلة بنلف جزء وليكن 50 سنط من الكابيلاري على مصورة السحب عشان دي بتعمل عملية تحسين في اداء دورة التبريد بتعمل تحسين في اداء دورة التبريد وبستفيد من النحيتين لان ده الفريون نازل والكابيلاري طالع فانا بستفيد من النحيتين طيب بعملية التبادل الحراري دي تمام اللي عاوز اقوله تاني بالنسبة الكابيلاري طب ليه احنا بنستخدم كابيلاري في التلاجات المنزلية مثلا ما بنستخدمش صمامات تمدد زي باقي الاجهزة او الوحدات الكبيرة الكابيلاري فيه مجموعة من المميزات الكويسة اللي بتتناسب مع التلاجات المنزلية الكابيلاري من مميزاته انه سهل التركيب سهل التركيب هي عملية لحام وخلاص وعملية ضبط للأعاق تمام الميزة التانية فيه انه رخيش السمن يعني هتلاقيه ارخص من صمامات التمدد كلها الميزة التالتة انه ما بيحصلش فيه اعطال نادر ما يحصل فيه عطل والعطل بتاعه بيكون عبارة عن ايه سدد يحصل فيه سدد بس لكن هو ما بيحتويش على اجزاء متحركة عشان يحصل فيه اي عطل زي ما قلت كده الكابيلاري استخدامه في التلاجات المنزلية مهم جدا 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 لان هو اللي بيعمل عملية انتشار الفريون في المبخر هتلاقييني في الصندوق الوصف برضو شرح لك ازاي نعمل الاعاقة سواء للفريزارات او للتلاجات او حتى لمبردات المية مبردات المية الصغيرة دي بشكل عملي لكن الفيديو بتاعنا النهاردة مش محتاج ان هو يكون اطول من اللازم لان كل اللي بنتكلم عليه الهداء البسيطة دي اللي هي المصورة الشعرية او الكابيلاري تمام ان شاء الله هتعالى مكملين في الدورة بتاعتنا على خير ان شاء الله النهاردة هتلاقي كل اغلب الحاجات اللي انا اتكلمت عنها هنا بشكل نظري هتلاقييني سيبها لك بشكل عملي في صندوق الوصف لازم تمر عليه وانا شايف ان الموضوع مايتحملش نتكلم عنه اكتر من كده فياريت ترجع لصندوق الوصف كمان عشان تتعلم اكتر عن الكابيلاري بتاعه شكرا لكم